أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن اختبارات المرحلة الثانوية التي انطلقت اليوم جاءت واضحة وضمن مستوى الطلاب وأضاف الفارس أنه تم توفير كل الإمكانيات الخاصة بالبيئة المناسبة وكل ما يحتاجه الطالب لأداء الاختبار مشددا على أنه سيتم تطبيق اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات الغش ها قد جاء يوم الحصاد وقت جني ثماري تعب وجهد سنين طوال فقد توجه طلبة الثانوية العامة اليوم لأداء أولى امتحاناتهم في أجواء أقل ما توصف بأنها إيجابية وضمن استعدادات كاملة من قبل وزارة التربية وخطة مدروسة لأداء ما يعرف بالاختبار المريح بدأنا الاستعدادات كمدرسة تابعة لوزارة التربية من حيث استقبال الطالبات بالاختبار المريح طبعا تمت ذهية الأجواء مسبقا من حيث تنظيم الفصول وتوفير مستلزمات اللي يحتاجونها الطالبات استقبلناهم الحمد لله بكل خير وترحيب كان في جو الهدوء هو السائد والمخيم مما يبدو من كلام الطالبات أن الامتحان كان جدا واضح ومباشر وسهل ما كان في أي غموض في الحقيقة ما واجهنا ولا سؤال أن يستدعي نكلم المختصين قبول كبير من طالباتنا وحضورهم مبكة اليوم ما شاء الله بما فيهم الصباحي والمسائي طبعا أخص بالذكر طالبات الثاني عشر لله الحمد دخلنا وعطناهم التعليمات اللازمة ولله الحمد أمورهم ماشية بامتحان الفلسفة الثاني عشر الأدبي وامتحان الرياضيات الثاني عشر علمي كافة المقار الامتحانية حرصت على تهيئة جو امتحاني مناسب بوجود كافة المستلزمات والترتيبات وبتوفير جو نفسي مريح يساعد الطلب على اجتياز اختباراتهم بالشكل المطلوب الحمد لله كان في استعداد من قبل فالأمور كانت مرتبة ومنسقة اسماء الطالبات موجودة باللجان بره في لجنة تنسيقية داخل تم توزيع الطالبات على حسب اللجان ما بين أدبي وعلمي امتحان الحمد لله كان سهل وأجواء اللجنة كانت هادية والأسئلة كانت واضحة الحمد لله حلين عادلين كان الامتحان واضح والأسئلة كانت واضحة بس كان بده انه شوي تركيز وكمان انه الجو الامتحاني اللي قدموا لنا ياه كان كتير حادي وقدرنا انه نركز بشكل انه منيح احسن من طبيعي اليوم يضع الطلبة حصيلة دراستهم على الورقة الامتحانية هذه الورقة ستكون بمثابة عبور لهم للانتقال لمرحلة اخرى هم من حياتهم ديما تحدى لتلفزيون دولة الكويت